اكد سيد محمد علي القادر رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات الحكومة الالكترونية ان توظيف التقنيات المتطورة بالمبادرات والمشاريع الرقمية الحكومية اسهم خلال عام 2023 في زيادة الانتاجية وتعزيز الاداء الحكومي في ظل بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية جاء ذلك خلال متمر صحفي عقادة الهيئة بمقرها في المحرك لتقديم موجز بشأن انجازات برنامج التحول الالكتروني للعام 2023 في ظل ما تشهده المملكة من تقدم كبير في مختلف مجالات التنمية برز التقدم التقني والتكنولوجي كصبغة عامة ارتقت بمختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة في شتى المجالات وهو ما عمل على الإسراع في تقديم الخدمات وتحسين جودتها وذلك تنفيذا للرؤى النييرة في قيادة المملكة نحو الريادة والتميز في مختلف المجالات طبعا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة المؤقرة بالتطوير الشامل للخدمات الحكومية ومتابعة معالي الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزرية تقنية معلومات والاتصالات الحكومة كانت دائما تعمل على تقديم 40 خدمة ربما سنويا الآن زادت الوتيرة في 2023 بالنسبة أكثر من 50% إلى 66 خدمة وخطات خطاتنا إن شاء الله عملنا بعادة هيكلة أعمالنا بحيث أن نقدم 100 خدمة في سنة 2024 هذه دليل على اهتمام الحكومة أن فعلا التطوير والتحول الإلكتروني يشمل جميع القطاعات الحكومية وأيضا الإحصائية يمكن أن تبين 89% نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقابل 11% فقط استخدام يدوي دليل على الإقبال الموجود عند الناس والمحصلة النهائية الحكومة مهتمة بالمواطن أن فعلا يحصل على الارتياح والسهولة في الاستخدام الخطوات تكون قليلة الإجراءات تكون قليلة ما نطلب مننا وثائق المعلومات نطلبها مننا نأخذها من إجهات الحكومية في شكل الإلكتروني بحيث أنها تسهل تعطي جودة حياة وتسهل إجراءات الحكومية المقدمة للمواطن تفاصيل كثيرة اجتمل عليها المؤتمر الصحفي حكت قصة واقعية للتحول الرقمي في المملكة خصوصا في عام 2023 إذ تم تحسين الخدمات وتحويل خدمات عديدة من تقليدية إلى إلكترونية استعرضها المؤتمر بالأرقام وصلنا اليوم إلى 680 خدمة إلكترونية مترابطة مع إنجازات هذا العام تم إنجاز 16 نظام وطني إلكتروني يخدم جميع الجهات الحكومية من خلالها تخدم المواطن وصلنا إلى نسبة ما يعادل في توفير وقت المواطن 95% المواطن بدل يذهب شخصيا إلى إنجاز معاملته عن طريق الحضور الشخصي في مراكز تقديم الخدمة 95% وفرنا على وقته بتواصل مباشرة أو إنجاز خدماته عن طريق القنامات الإلكترونية التكلفة قلت 85% على المواطن وقلت بالنسبة لجهاز الحكومي 75% كثير من الأقام اليوم تكلمنا عنها في الحقيقة تعكس حجم العامة والإنجاز اللي استوى في عام 2023 لا شك أن التعامل والتنسيق مع جهات الحكومية ومشاركاتنا في تطوير المشاريع ونبادرات والخدمات الإلكترونية والدعم سيرة التحول الإلكتروني يعني وصلتنا إلى هذا النوع من التحسين في الخدمات المقدمة المواطن مملكة البحرين تواصل مسيرتها النيرة في تطوير وتعزيز عملية التحول الرقمي بكل جدارة وتميز وهو ما جعلها تخطو خطوات رائدة في مختلف المجالات الإلكترونية والتقنية دروع وشهادات تشهد على ما حققته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين من إنجازات كبيرة في مجالات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية وهذا ما استعرضه هذا المؤتمر الصحفي الذي حكى قصة الإنجاز لعام 2023 في هذا المجال الحيوي يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تبت Wood K تلفزيون wui تلفزيون البحرين تلفزيونب تلفزيون